استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبر بيديو كونفرنس خلال اجتماع الإطاري الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة رؤى استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ كوب 27 باعتباره من أكبر المؤتمرات العالمية متعددة الأطراف منذ اتفاق باريس في عام 2015 وقد أشرت وزيرة البيئة إلى أن العمل على الانتهاء من جتاب قواعد اتفاق باريس ومعظم مسارات التفاوض في مؤتمر كلاسكو للمناخ جعل أول الأهداف في كوب 26 التي تسعى إليها الرئاسة المصرية المؤتمر شرم الشيخ كوب 27 للمناخ لتحقيقها هو البناء على نجاحات مؤتمر كلاسكو لدفع أجندة العمل المناخي في مختلف المجالات